كثفت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مؤخراً نشاطاتها لتطوير قطاع الطاقة وأدائه ووضع حلول للعقبات التي تواجه هذا القطاع مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الطاقة والثروة المعدنية تفاصيل أكثر حول دور اللجنة ومهامها في هذا التقرير في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات جذرية في موضوع الطاقة واستخداماتها تحاول لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وضع السلطات التنفيذية على طريق مواكبة التغيرات العالمية في هذا القطاع وعلى رأسها استخراج النفط واستثمار الطاقة البديلة هناك بعض الأنظمة والتعليمات التي نقوم بالمتابعة مع الحكومة فيما يتعلق بكفائتها وموأمتها للتطور في قطاع الطاقة ومن ضمن هذه التشريعات المتعلقة بقطاع تشجيع النقل باستخدام الوساط الكهربائية والدفع باتجاه استخدام الكهرباء بشكل أكبر في قطاع النقل وكذلك في قطاع المياه يوكل النظام الداخلي لمجلس النواب مهاما محددة لللجنة وما يتفرع منها وعلى النحو التالي بحسب أعضاء اللجنة فإن الأردن غني بمصادر الطاقة المتجددة والغاز وبعض أنواع المعادن التي قد تضعه في مقدمة دول المنطقة والعالم الأول إلا أنه بحاجة لتكاتف المؤسستين التشريعية والتنفيذية لاستثمار هذه الموارد توجه على أن يكون هناك سيارات الكهرباء، سيارات الهجينة، سيارات أو البصات أو الحافلات التي تعمل على الغاز ونحن بفضل الله منطقة الريشة منطقة مبشرة الآن لجنة الطاقة عنده هدف استراتيجي قوي لاستغلال واستخراج غاز الريشة ليساعد في التنمية، لينعكس على المواطن، للتخفيف على المواطن من كله في الكهرباء يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الأكثر أهمية في أي دولة وهو عامل أساس في استقلاليتها وتقدمها إذا ما أدارته الدولة بخطط استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى تضمن توفير الطاقة للمجتمع بمختلف أشكالها وبأسعار بسيطة تأخذ بعين الاعتبار كافة فئات المجتمع